في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 ووحدات مشاه ومدرعات نظامية تنضم إلى العملية البرية في لبنان هذا ووسع جيش الاحتلال نطاق دعوته للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان مبديا اعتزامه بمهاجمة 24 بلدة في جنوب لبنان يأتي هذا بينما شنت قوات الاحتلال لسلسلة غارات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب في ضمار هائل في المباني والطرقات كما شنت طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدة الحوش والرمادية جنوب لبنان